البيت الأحمر نحن لم نبكي ساعة الوداع فلدينا لم يكن وقت ولا دمع ولم يكن وداع نحن لم ندرك لحظة الوداع أنه الوداع فأنا لنا البكاء طهى محمد علي 1988 لاجئ من قرية صفورية أنا أؤيد الترحيل القصري ولا أرى فيه شيئا غير أخلاقي البيت الأحمر كان من أفضل نماذج البناء في تل أبيب في أعوامها الأولى كان مصدر فخر للبنائين والحرفيين الذين عملوا على بنائه في العشرينيات من القرن الماضي وقد جرى تصميمه ليكون المقر الرئيسي لمجلس العمال المحليين وظل هكذا إلى أن أصبح في أواخر سنة 1947 مقر قيادة الهجانة الميليشيا الصهيونية الرئيسية في فلسطين كان على مسافة قريبة من البحر في شارع اليركون في الجزء الشمالي من تل أبيب وشكل إضافة بديعة إلى المدينة العبرية الأولى المنشأة على ساحل البحر الأبيض المتوسط المدينة البيضاء كما كانت الطبقة المثقفة والنخبة المتعلمة من سكانها تسميانها تحببا ذلك بأن بيض مبانيها النقية في تلك الأيام خلافا لحالها اليوم كان يكسب المدينة بأسرها ذاك الألق الساحرة الذي اتسمت به مدن موانئ البحر الأبيض المتوسط في تلك الحقبة وفي بعض الأمكنة الجغرافية لقد كانت متعة للنظر وقد امتزجت بانسجام في مبانيها الأساليب المعمارية الفلسطينية المحلية بأساليب الباوهاوس تراز بناء ألماني في خليط أطلقت عليه تسمية ليفنتاين بمعنى يخلو تقريبا من الإحاءات السلبية لهذا المصطلح لقد كان البيت الأحمر على شكل مستطيل بسيط إزدانت واجهته الأمامية بأقواس شكلت إطارا للمدخل وسندت شرفات الطبقتين العلويين أما صفة الأحمر فقد كانت مستوحاة إما من ارتباطه بالحركة العمالية وإما من الصبغة الحمراء الوردية التي كانت تلونه وقت غروب الشمس والتفسير الأول أكثر ملاءمة وقد تواصل اقتران المبنى بالنسخة الصهيونية من الاشتراكية عندما أصبح في السبعينيات من القرن الماضي المقر الرئيسي للحركة الكيبوتسية إن بيوتا مثله هي بقايا تاريخية مهمة من مخلفات فترة الانتداب جعلت اليونسكو في سنة 2003 تصنف تل أبيب موقعا تراثيا عالميا هذا المبنى لم يعد موجودا الآن إذ راح ضحية التطوير الذي هدم هذا الأثر المعماري ليحول المكان إلى موقف للسيارات مجاور لفندق شرة الجديد كما لم يبقى في الشارع الذي كان قائما فيه أي أثر للمدينة البيضاء التي تحولت بالتدريج إلى الحاضرة المترامية الأطراف الملوثة الهواء النابضط بالحياة أي تل أبيب الحديثة في هذا المبنى عصر يوم أربعاء بارد في عشر أذار مارس 1948 وضعت مجموعة من أحد عشر رجلا مكونة من قادة صهيونيين قدامى وضابطين عسكريين شاب بين اللمسات الأخيرة على خطة لتطهير فلسطين عرقيا وفي مساء اليوم نفسه أرسلت الأوامر إلى الوحدات على الأرض بالاستعداد للقيام بطرد منهجي للفلسطينيين من مناطق واسعة في البلد وأرفقت الأوامر بوصف مفصل للأساليب الممكن استخدامها لطرد الناس بالقوة إثارة رعب واسع النطاق محاصرة وقصف قرى ومراكز سكانية حرق منازل وأملاك وبضائع طرد هدم بيوت ومنشآت وأخيرا زرع ألغام وسط الأنقاض لمنع السكان المطرودين من العودة إلى منازلهم وتم تزويد كل وحدة بقائمة تتضمن أسماء القرى والأحياء المحددة كأهداف لها في الخطة الكبرى المرسومة وكانت هذه الخطة التي كان اسمها الرمزي الخطة دالت الحرف دالب العبرية هي النسخة الرابعة والنهائية عن خطة أقل جذرية وتفصيلا عكست المصير الذي كان الصهيونيون يعدونه لفلسطين وبالتالي لسكانها الأصليين وقد كانت الخطة الثلاث السابقة تعكس بشكل مبهم تفكير القيادة الصهيونية بالنسبة إلى كيفية التعامل مع تلك الأعداد الكبيرة من الفلسطينيين القاطنة في الأرض التي كانت الحركة القومية اليهودية تشتهيها لنفسها أما هذه النسخة الرابعة والأخيرة فقد بيّنت ذلك بوضوح وعلى نحو غير قابل للتأويل الفلسطينيون يجب أن يرحلوا وبحسب تعبير سمح فلبان من أوائل المؤرخين الذين أشاروا إلى أهمية هذه الخطة ومغزاها فإن الحملة العسكرية ضد العرب بما في ذلك غزو المناطق الريفية وتدميرها رسمت معالمها في خطة دالت التي أعدتها الهجانة وكان هدف الخطة في الواقع تدمير المناطق الفلسطينية الريفية والحضرية على السواء إن هذه الخطة كما سنحاول أن نوضح في الفصول الأولى من هذا الكتاب كانت النتيجة الحتمية للنزعة الأيديولوجية الصهيونية التي تطلعت إلى أن تكون فلسطين لليهود حصرا كما أنها كانت استجابة للتطورات على الأرض في إثر قرار الحكومة البريطانية بإنهاء الانتداب وأتت الاشتباكات المسلحة مع الميليشيات الفلسطينية المحلية لتوفر السياق والذريعة المثاليين من أجل تجسيد الرؤية الأيديولوجية التي تطلعت إلى فلسطين نقية عرقيا وكانت السياسة الصهيونية في البداية قائمة على ردات فعل انتقامية على الهجمات الفلسطينية في شباط فبراير 1948 لكنها ما لبثت أن تحولت في آذار مارس 1948 إلى مبادرة لتطهير عرقي للبلد بأكمله بعد أن اتخذ القرار استغرق تنفيذ المهمة ستة أشهر ومع اكتمال التنفيذ كان أكثر من نصف سكان فلسطين الأصليين أي ما يقارب ثمانمائة ألف نسمة قد اقتلعوا من أماكن عيشهم وخمسمائة وواحد وثلاثون قرية دمرت وأحد عشر حيا مدينيا أخلي من سكانه إن هذه الخطة التي تقرر تطبيقها في عشر آذار مارس 1948 والأهم من ذلك تنفيذها بطريقة منهجية في الأشهر التالية تشكل مثالا واضحا جدا لعملية تطهير عرقي وتعتبر اليوم في نظر القانون الدولي جريمة ضد الإنسانية لقد أصبح من المستحين تقريبا بعد الهولوكوست إخفاء جرائم شنيعة ضد الإنسانية والآن في عالمنا المعاصر الذي يشهد ثورة في مجال الاتصالات وخصوصا مع تكاثر وسائط الإعلام الإلكترونية وانتشارها لم يعد في الإمكان إنكار كوارث من صنع البشر أو إخفاؤها عن أعين الرأي العام ومع ذلك فإن هناك جريمة كهذه جرى محوها كليا تقريبا من الذاكرة العامة العالمية وهي جريمة ترضي الفلسطينيين من وطنهم في سنة 1948 إن هذا الحدث المصيري الأكثر أهمية في تاريخ فلسطين الحديث جرى إنكاره بصورة منهجية منذ وقوعه ولا يزال حتى الآن غير معترف به كحقيقة تاريخية ناهيك عن الاتراف به كجريمة يجب مواجهتها سياسيا وأخلاقيا إن التطهير العرقي جريمة ضد الإنسانية والذين يقدمون على ارتكابه اليوم يعتبرون مجرمين يجب محاكمتهم أمام هيئات قضائية خاصة وقد يكون من الصعب التقرير بشأن المرجعية أو كيفية التعامل في النطاق القانوني مع الذين خططوا والذين نفذوا التطهير العرقي في فلسطين سنة 1948 لكن من الممكن استحضار جرائمهم والتوصل إلى رواية تاريخية أكثر دقة من أي رواية وضعت حتى الآن وإلى موقف أخلاقي أكثر نزاهة نحن نعرف أسماء الأشخاص الذين جلسوا في تلك الغرفة في الطبقة العلوية في البيت الأحمر تحت ملصقات مركسية الإيحاء كتب عليها شعارات مثل إخوة في السلاح والقبضة الفولاذية ورسوم تمثل اليهود الجدد أصحاء مفتول العضلات وقد لوحتهم الشمس يصوبون بنادقهم من وراء سواتر واقية في الحرب الشجاعة ضد الغزاة العرب المعتدين كما أننا نعرف أسماء الضباط الكبار الذين نفذوا الأوامر على الأرض وجميعهم شخصيات معروفة في هيكل عظماء البطولة الإسرائيلية وكثيرون منهم كانوا إلى فترة غير بعيدة أحياء يرزقون ويؤدون أدوارا رئيسية في السياسة والمجتمع الإسرائيليين أما الآن فإن قلة منهم لا تزال في قيد الحياة أما بالنسبة إلى الفلسطينيين وكل من رفض أن يبتلع الرواية الصهيونية فقد كان واضحا لديهم منذ زمن بعيد سابق لتأليف هذا الكتاب أن هؤلاء الأشخاص ارتكبوا جرائم وأنهم نجحوا في التهرب من العدالة وأن من الأرجح أن لا تجري محاكماتهم على ما اقترفت أيديهم وبالإضافة إلى هول الاقتلاع فإن أشد ما يبعث الإحباط في نفوس الفلسطينيين هو أن الجريمة التي ارتكبها أولئك المسؤولون يستمر إنكارها تماما كما يستمر تجاهل معاناة الفلسطينيين منذ سنة 1948 منذ ثلاثين عاما تقريبا بدأ ضحايا التطهير العرقي إعادة تجميع مكونات الصورة التاريخية التي بذلت الرواية الإسرائيلية الرسمية لأحداث سنة 1948 كلما في وسعها لإخفائها وتشويهها لقد تحدثت القصة الإسرائيلية التاريخية التي جرى تلفيقها عن انتقال طوعي جماعي أقدم عليه مئات الآلاف من الفلسطينيين الذين قرروا أن يهجروا بيوتهم وقراهم مؤقتا من أجل أن يفسحوا الطريق أمام الجيوش العربية الآتية لتدمير الدولة اليهودية الوليدة غير أن المؤرخين الفلسطينيين وفي طليعتهم وليد الخلدي استطاعوا في السبعينيات من القرن الماضي من خلال جمع مذكرات ووثائق أصلية تتعلق بما جرى لشعبهم أن يستعيدوا جزءا كبيرا من الصورة التي حاولت إسرائيل محوها ولكن سرعان ما عتم على الحقائق المستعدة مؤلفات مثل كتاب نشوء 1948 لمؤلفه دان كورتسمان والذي نشر في سنة 1970 وأعيد نشره في سنة 1992 هذه المرة مع مقدمة بقلم أحد منفذ التطهير العرقي في فلسطين يستحاق ريبن الذي كان حين كتابة المقدمة رئيسا للحكومة إنما لم يخل الأمر من قلة ساندة المجهود الفلسطيني مثل مايكل بلومبو الذي أيد كتابه النكبة الفلسطينية والذي نشر في سنة 1987 صحة الرواية الفلسطينية لأحداث 1948 استنادا إلى وثائق الأمم المتحدة ومقابلات مع لاجئين ومعنيين فلسطينيين كانت ذكرياتهم عما جرى لهم خلال النكبة ما زالت حية في وجدانهم لقد كان في الإمكان تحقيق اختراق سياسي في المعركة بشأن الذاكرة في فلسطين عندما ظهر في ثمانينيات القرن الماضي ما يسمى في إسرائيل التاريخ الجديد وكانت تلك محاولة قامت بها مجموعة صغيرة من المؤرخين الإسرائيليين لمراجعة الرواية الصهيونية عن حرب 1948 وكنت واحدا منهم لكننا أعني المؤرخين الجدد لم نساهم مساهمة فعالة في النضال ضد إنكار النكبة لأننا تفادينا الخوض في مسألة التطهير العرقي وركزنا على التفصيلات كما يفعل عادة المؤرخون الدبلوماسيون ومع ذلك نجح المؤرخون الإسرائيليون التصحيحيون باستخدام الأرشفات العسكرية الإسرائيلية أساسا في إظهار سخف وكذب الإدعاء الإسرائيلي أن الفلسطينيين غادروا البلد بمحض إرادتهم واستطاع هؤلاء المؤرخون أن يوثقوا حالات كثيرة لطرد جماعي من القرى والمدن وأن يبينوا أن القوات المسلحة اليهودية ارتكبت عددا من الأعمال الوحشية بما في ذلك مجازر شنيعة ومن الأشخاص المعروفين جيدا ممن كتبوا عن الموضوع المؤرخ الإسرائيلي بني موريس ولأنه اتمد حصرا على وثائق في الأرشفات العسكرية الإسرائيلية فإنه خلص إلى رسم صورة جزئية فقط لما جرى في الواقع ومع ذلك كانت كافية بالنسبة إلى عدد من قرائه الإسرائيليين كي يدركوا أن الهروب الطوعية للفلسطينيين مجرد خرافة وأن الصورة التي رسمها الإسرائيليون لأنفسهم بأنهم خاضوا حربا أخلاقية في سنة 1948 ضد عالم عربي بدائي عدائي مجافية للحقيقة إلى حد كبير بل من المحتمل أن تكون فقدت صدقيتها لقد كانت الصورة التي رسمها موريس جزئية لأنه صدق من دون تمحيص ما ورد في التقارير العسكرية الإسرائيلية التي وجدها في الأرشفات بل اعتبره الحقيقة المطلقة وقاده ذلك إلى تجاهل أعمال وحشية ارتكبها اليهود مثل تلويث القناة التي تصل المياه عبرها إلى عكا بجراثيم التيفويد وحالات الاغتصاب المتعددة وعشرات المذابح كما أنه بقي مصرا على الرغم من عدم صحة ذلك على أنه لم يحدث قبل الخامس عشر من آيار مايو 1948 طرد للسكان بالقوة بينما تظهر المصادر الفلسطينية بوضوح أن القوات الإسرائيلية كانت نجحت قبل أشهر من دخول القوات العربية فلسطين في طرد ما يقارب ربع مليون فلسطيني بالقوة في وقت كان البراطنيون ما زالوا مسؤولين عن حفظ الأمن والنظام في البلد وتحديدا قبل الخامس عشر من آيار مايو 1948 ولو كان مورس وغيره استخدموا مصادر عربية أو التفتوا إلى التاريخ الشفوي لكانوا استطاعوا ربما أن ينفذوا على نحو أفضل إلى التخطيط المنهجي وراء طرد الفلسطينيين في سنة 1948 وأن يقدموا وصفا أكثر صدقا لفداحة الجرائم التي ارتكبها الجنود الإسرائيليون فقد كان هناك حين ظهور المؤرخين الجدد ولا يزال حاجة تاريخية وسياسية إلى المضي إلى ما هو أبعد من مجرد السرد المقصور على الوصف الذي نجده في مؤلفات مورس وغيره لا من أجل استكمال الصورة أو بالأحرى جلاء نصفها الآخر فحسب بل أيضا وهذا هو الأهم لأننا نفتقر إلى طريقة أخرى لفهم جذور الصراع الفلسطيني الإسرائيلي الراهن وفوق ذلك كله طبعا هناك الواجب الأخلاقي الذي يحتم الاستمرار في النضال ضد إنكار وقوع الجريمة إن السعي إلى المضي إلى ما هو أبعد من ذلك بدأه فعلا آخرون وأهم عمل صدر في هذا المجال هو كتاب وليد الخلدي الفذ All That Remains ترجم إلى العربية تحت عنوان كي لا ننسى ولا عجب في أن يكون هذا العمل هو الأهم إذا أخذنا بعين الاعتبار مساهمات الخلدي القيمة في النضال ضد الإنكار الصهيوني إنه توثيق علمي لتاريخ القرى الفلسطينية المدمرة وما جرى لها في سنة 1948 وسيبقى دليلا لكل من يرغب في معرفة فداحة نكبة 1948 قد يظن المرء أن ما تم الكشف عنه من حقائق تاريخية كاف لإثارة أسئلة مطلقة لكن الحقيقة هي أن رواية التاريخ الجديد والمساهمات التاريخية الفلسطينية الحديثة فشلت في النفاذ إلى مملكة الضمير الأخلاقي وفي دفع أصحاب الضمير الحي إلى القيام بما يتوجب عليهم فعله وما أسعى إليه في هذا الكتاب هو تفحص آلية التطهير العرقي الذي حدث في سنة 1948 ومنظومة المعرفة التي سمحت للعالم بأن ينسى الجريمة التي اقترفتها الحركة الصهيونية ضد الشعب الفلسطيني في سنة 1948 ومكنت مرتكبيها من إنكارها بكلمات أخرى أريد أن أدافع عن نموذج التطهير العرقي وأن أستعمله بدلا من نموذج الحرب كأساس وموجه للبحث العلمي والنقاش العام بشأن أحداث 1948 ولا شك لديه في أن غياب نموذج التطهير العرقي كأداة للبحث يفسر جزئيا لماذا أمكن أن يستمر إنكار النكبة طوال هذه الفترة المديدة من الزمن فعندما أنشأت الحركة الصهيونية دولتها القومية لم تخذ حربا نجم عنها بصورة مأساوية لكن لم يكن هناك مفر من ذلك طرد أجزاء من السكان الفلسطينيين بل بالعكس كان الهدف الرئيسي للحركة تطهير فلسطين بأسرها تطهيرا عرقيا شاملا باعتبارها البلد الذي أرادت أن تقيم دولتها فيه وقد أرسلت الدول المجاورة جيشا صغيرا بالمقارنة مع قوتها العسكرية الإجمالية في محاولة فاشلة لمنع التطهير العرقي لكن ذلك حدث بعد عدة أسابيع من بدء التطهير العرقي ولم يؤدي إلى وقف العمليات التي كانت جارية والتي استمرت إلى أن أكملت بنجاح في خريف سنة 1948 إن هذه المقاربة اعتماد نموذج التطهير العرقي أساسا مسلما به لرواية أحداث 1948 قد تبدو للبعض من أول نظرة بمثابة اتهام وهي فعلا كذلك من نواحي عديدة إنني شخصيا أتهم السياسيين الذين خططوا والجنرالات الذين نفذوا الخطة بارتكاب جريمة تطهير عرقي ومع ذلك فإنني عندما أذكر أسماءهم لا أفعل ذلك لأنني أريد رؤيتهم يحاكمون بعد وفاتهم وإنما كي أستحذر مرتكب الجرائم والضحايا بصفتهم بشرا وكي أحول دون إرجاع الجرائم التي ارتكبتها إسرائيل إلى عوامل زبقية مثل الظروف أو الجيش أو كما يقول موريس في الحرب تجري الأمور كما في الحرب وما شابه ذلك من تعابير غامضة تسمح للدول ذات السيادة بالإفلات من تبعات ما ترتكبه من جرائم وللأفراد بالإفلات من قبضة العدالة إني أتهم لكني أيضا جزء من المجتمع المدان في هذا الكتاب وأشعر بأنني جزء من الحكاية وأيضا أتحمل مسؤولية عما جرى وأنا مثل كثير في المجتمع الذي أنتمي إليه مقتنع كما سيتضح في الصفحات الأخيرة من الكتاب بأن مثل هذه الرحلة الضرورية إلى الماضي هو الوسيلة للتقدم إلى الأمام إذا أردنا أن نصل إلى مستقبل أفضل لنا جميعا فلسطينيين وإسرائيليين على السواء وهذا هو في الجوهر القصد من وراء هذا الكتاب إن أحدا لم يجرب على حد علمي هذه المقاربة من قبل فالروايتان التاريخيتان الرسميتان المتنافستان بشأن ما حدث في فلسطين سنة 1948 تتجاهلان مفهوم التطهير العرقي وبينما تدعي الرواية الصهيونية الإسرائيلية أن السكان المحليين غادروا البلد طوعا يتحدث الفلسطينيون عن النكبة التي حلت بهم وهذا أيضا تعبير المراوغ كونه يحيل إلى الكارثة نفسها أكثر مما يحيل إلى من أوقعها ولماذا فعل ذلك لقد جرى تبني مصطلح النكبة لأسباب مفهومة كمحاولة لمواجهة الثقل المعنوي للهولوكست اليهودية لكن التجاهل من أوقعها قد يكون ساهم إلى حد ما في استمرار العالم في إنكار أن ما جرى في فلسطين سنة 1948 وبعد ذلك كان تطهيرا عرقيا يبدأ الكتاب بتعريف لتطهير العرقي آملا بأن يكون شفافا بما فيه الكفاية ليقبله الجميع تعريف استخدم أساسا لاتخاذ إجراءات قانونية ضد مرتكب جرائم كهذه في الماضي وفي الوقت الحاضر والمدهش في الأمر أن الخطاب القانوني المعقد والعصي على فهم الناس العاديين له استبدل في حالة التطهير العرقي بلغة واضحة خالية من الرطانة ومن دون أن تؤدي هذه البساطة إلى التقليل من بشاعة الحدث أو الانتقاص من فداحة الجريمة بل بالعكس النتيجة هي وصف دقيق ومباشر لسياسة متوحشة يرفض المجتمع الدولي التسامح اتجاهها إن التعريف العام لمكونات التطهير العرقي ينطبق حرفيا تقريبا على حالة فلسطين وقصة ما جرى في سنة 1948 بحد ذاتها ليست معقدة لكن هذا لا يجعلها تبدو تبعا لذلك فصلا مبسطا أو هامشيا في تاريخ طرد الفلسطينيين من وطنهم وفي الحقيقة فإن اعتماد موشور التطهير العرقي يمكن المرأة بسهولة من اختراق عباءة التعقيدات التي يلفع الدبلوماسيون الإسرائيليون الحقائق بها بصورة شبه غريزية والتي يختبئ الأكاديميون الإسرائيليون تحتها عندما يتصدون للمحاولات الخارجية لانتقاد الصهيونية أو الدولة اليهودية بسبب سياساتها أو سلوكها يقولون في بلدي الأجانب لا يفهمون ولا يستطيعون أن يفهموا هذه الحكاية المعقدة وبالتالي لا حاجة حتى إلى شرحها لهم ويجب أن لا نسمح لهم بالتدخل في محاولات حل النزاع إلا إذا قبلوا وجهة النظر الإسرائيلية وقصارى ما يمكن للعالم فعله حسب ما دأبت الحكومة الإسرائيلية على القول دائما هو أن يسمح لنا نحن الإسرائيليين بصفتنا ممثلين للطرف المتحضر والعقلاني في النزاع بإيجاد حل عادل لأنفسنا وللطرف الآخر الفلسطينيين الذين هم في النهاية صورة مصغرة للعالم العربي غير المتحضر والانفعالي الذي ينتمون إليه ومنذ يوم أبدت الولايات المتحدة استعدادها لتبني هذه المقاربة المشوهة والقبول بالغطرسة الكامنة وراءها حصلنا على عملية سلام لم تؤدي بل لم يكن من الممكن أن تؤدي إلى أي نتيجة لأنها تتجاهل تماما لب المشكلة لكن قصة 1948 ليست طبعا معقدة على الإطلاق وبالتالي فإن هذا الكتاب يتوجه إلى القادمين الجدد إلى هذا الحقل وفي الوقت نفسه إلى أولئك الذين كانوا لأعوام كثيرة ولأسباب متعددة معنيين بالمسألة الفلسطينية ويفتشون عن طريق للاقتراب من إيجاد حل لها إنها القصة البسيطة والمرعبة لتطهير فلسطين من سكانها الأصليين وهي جريمة ضد الإنسانية أرادت إسرائيل إنكارها وجعل العالم ينساها إن استردادها من النسيان واجب علينا ليس فقط من أجل كتابة تاريخ صحيح كان يجب أن يكتب منذ فترة طويلة أو بدافع من واجب مهني إن ذلك كما أراه قرار أخلاقي وبالذات الخطوة الأولى التي يجب أن نخطوها إذا أردنا أن نعطي المصالحة فرصة وأن نتيح للسلام أن يحل ويتجذر في فلسطين وإسرائيل إسرائيل ترجمة نانسي قنقر